مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عزائي طلاب الصف العاشر في مدرسة الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين أرحب بكم من جديد في سلسلة دروس التعلم عن بعد لهذا العام وموضوعنا تعزيز النواسخ إنا وأخواتها الجزء الثاني يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية الدرس أن تحدد الحروف الناسخة وعملها وفائدتها تحدد أنواع خبر الحروف الناسخة ومتى يتقدم بداية لنتذكر عزيز الطالب بأن النواسخة نوعان أفعال الناسخة وهي كان وأخواتها وحروف الناسخة إنا وأخواتها وقلنا بأن الجمل إذا طرحنا سؤالا على أي الجمل تدخل النواسخ على الجمل الإسمية أم الجمل الفعلية فندعوك إلى تجربة دخول فعل أو حرف ناسخ على الجملتين الجملة الأولى الحق منتصر فتقول كان الحق منتصرا وإن الحق منتصرا وهي جملة إسمية أما الجملة الثانية فتقول انتصر الحق فعند دخول فعل الناسخ تقول كان انتصر الحق لا يستقيم المعنى إن انتصر الحق حرف الناسخ لا يستقيم المعنى أيضا إذن نستنتج أن النواسخ لا تدخل إلا على الجملة الإسمية ما الأفعال الناسخة؟ قلنا بأن الأفعال الناسخة أفعال ناقصة تدل على حدوث خبرها في زمن إسمها كان للماضي وأصبح في الصباح وأضحى في الضحى وأمسى في المساء وبات في الليل وصار تدل على التحويل وليس تفيد النفي وهناك مجموعة من الأفعال تفيد الاستمرار وهي الظل ما زال، ما دام، ما برح، ما فتئ، من فك اليوم نكرس جهدنا وتركيزنا على الحروف الناسخة وإفادتها أو ماذا تفيه الحروف الناسخة عزيزي الطالب هي إنا وأنا وتفيدان التوكيد وكأن وتفيد التشبيه، ولكن وتفيد الاستدراك، والاستدراك معناه متابعة الكلام لمنع السامع من فهم شيء غير مقصود كمثال، الاختبار صعب لكن النجاح مضمون وليت وتفيد التمني، ولعل وتفيد الترجي، ونفردك بين التمني والترجي فنقول التمني أمر بعيد الحصول، فقولك ليت الشباب يعود والترجي أمر قريب الوقوع، كقولك لعل العاصية يتوب بداية عزيزي الطالب، إنا وأنا وأخواتها نميز فقط بأن إن وأنا كما قلنا حرفان ناسخان يدخلان على الجملة، أي جملة؟ على الجملة الإسمية فينصبان المبتدأ، ويسمى اسمهما، ويرفعان الخبر، ويسمى خبرهما يسمى اسمهما وخبرهما مثال ذلك، إن الحياة مليئة بالسعادة، إن حرف الناسخ، والحياة اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة ومليئة خبر إن مرفوع علامة رفعه الضم في المثال الثاني نجد، أيقنت أن القناعة لا تضحكك إلا بالصبر نجد هنا أنا، واسمها القناعة منصوب علامة نصب الفتحة وجملة لا تضحكك إلا بالصبر، جملة خبره، خبرهما؟ هنا اسمه أنا، وهنا خبره أنا طب السؤال الآن، ما الفرق بين إن وأن؟ إن تكتب في كسر الهمزة إذا جاءت في بداية الجملة كقولنا إن الجو صحب وتكتب مفتوحة الهمزة إذا جاءت في وسط الجملة كقولنا علمت أنا بأن هنا عليها فتحة بفتح الهمزة وقعت في وسط الكلام الآن، هيا بنا عزيز الطالب لنطبق على ما تعلمناه يقول لك أدخل على الجمل الآتية ما هو مطلوب مراعي صحة الضبط ذو الخلقي محمود إذا عند دخول حرف الناسخ الذي يفيد التقويد تقول إن ذو الخلقي محمود البناءان هرمان حرف يفيد التشبيه فتقول كأن البناءين هرماني المصلحون موفقون ناسخا يفيد الترجي تقول لعلى فلعلى من الأدوات أو الحروف التي تفيد الترجي تقول لعلى المصلحين موفقون حرف يفيد التمني عند قولك نحن ملائكة تقول ليتنا ملائكة فائدة أي ضمير يتصل بناسخين فهو اسم للناسخين الآن عزيز الطالب افتح كتابك المدرسي وأثبت جدارتك في الإجابة عن أنشطة الكتاب السؤال يقول حدد فيما يأتي الناسخة وبين نوعه واسمه وحدد اسمه وخبره وفق الجدول الآتي قال تعالى وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهْ لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَ لِتَكُونَ مِنْ المؤمنين نجد هنا أصبح فعل الناسخ ونوعه فعل تام التصرف واسمه فؤاد وخبره فارغا وهناك فعل الناسخ آخر وهو تكون وهو تام التصرف واسمه ضمير مستطر تكون هي وخبره من المؤمنين المثال الثاني نبرح فعل ناقص التصرف ضمير مستطر اسمه والتقدير نبرح نحن وعاكفينا الخبر إذا كنت ذا رأي فكن كنت وكن فعلين ناسخان فعل تام التصرف تائل فعل ضمير مستطر وذا وذو وذا وذا هي خبر كنت وكن أخيرا ليست السحب إلا خيرا ليست ناسخ ونوعه فعل جامد واسمه السحب وخبره خيرا ننتقل هنا إلى الحرف الناسخ حدث ما ياتي الناسخة وبين نوعه وحدد اسمه وخبره وفق الجدول الآتي وهنا أدعوك عزيز الطالب إلى إيقاف هذا المقطع ومن ثم الإجابة عن هذا النشاط بمفردك ثم راجع إجابتك وفق ما سأعرضه عليك من إجابة نموذجية بعد انتهائك عزيز الطالب من إجابتك بمفردك راجع إجابتك وفق ما سأعرضه عليك المثال الأول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب نجد هنا ليت حرف الناسخ اسمه الشباب وخبره يعود المثال الثاني إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أنت تردد نجد هنا كنت وكن هما فعلان ناسخان وثاء الفاعل اسم لكنت وضمير مستترفي للفعل كن وذا وذا هما خبر الفعلين أكمل عزيز الطالب إجابتك وراجع وفق المعروض أمامك النشاط الثاني أدخل على كل جملة مما يأتي فعلا ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة أخرى وغير ما يلزم مع ضبط الاسم والخبر أكرر قم بإيقاف المقطع عزيز الطالب وأجب عني النشاط بانفردك ومن ثم راجع إجابتك وفق المعروض أمامك من إجابتين نموذجية نجد المثال الأول ذو العقل محبوب بعد دخول الفعل الناسخ نقول ظل ذو العقل محبوبا بعد دخول الحرف الناسخ نقول إن ذو العقل محبوبا لاحظ هنا عندي كلمة ذو جاءت مرفوع لأنها اسمه ظل مرفوع ولم ترفع الوا من الأسماء الخمسة وذا منصوب لأنه اسمه إن منصوب على متنصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة العاملان مقدران أمس العاملان مقدران مقدرين لماذا خبر أمس أمس منصوب على متنصبه لها لأنه مثنى أمس والعكس في قولك لعل العاملين مقدران اسمه لعلا يكون منصوبا بالياء وخبره مرفوع بالألف اللعن أنت عون لأهلك أقول كنت عونا لأهلك كنت عونا لأهلك Ohio حافظات القرآن مكرمات صارت حافظات القرآن مكرمات لعله حافظات القرام مكرمات إلى هنا أعزائي الطلاب جئنا وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم وقبل أن نختم أذكركم بالواجب من خلال العودة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمدارس الأندلس والإجابة عن أسئلة اختبر نفسك في درس تعزيز النواسخ الجزء الثاني مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية